موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم و هذه حلقة جديدة من برنامج مخدمتكم مشاهدين الكرام قبل أن نبدأ الحلقة نحب أن نهنأ ونبارك جيشنا العراق البطل بجميع صنوفه وألويته وقاته ومنتسبه وجنوده ضباط ومراتب بمناسبة ذكرى الثالثة بعد المئة لذكرى تأسيس جيش العراق البطل من هذا إن شاء الله هذا الجيش أن يبقى السور الحام لبلدنا العزيز القوات الأمنية جهز مكافحة الإرهاب الجيش العراقي كذلك الحجد الشعب المقدس وكل صنوف الجيش العراقي نتمنى إن شاء الله الإزدهار والثبات والقوة والدفاع عن هذا البلد العزيز لمواجهة الإزداءات الخارجية لا سامح الله أن يكون هذا البلد آمن بقواته وبشعبه مشاهدين كرام سوف ندخل في هذه الحلقة الخاصة بدائرة الحماية الاجتماعية بالتأكيد الكثير من المواطنين تسألون حول بعض المشاكل بعض الإشكاليات بعض التساؤلات عن دائرة الحماية الاجتماعية وعن الإعانة الاجتماعية اللي تابع إلى وزارة العمل وشهر الاجتماعية لكن قبل أن ندخل وردتني مشكلة بصراحة وحبيت أن أذكرها هي المشكلة معنوانة إلى دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشياء السودان وأيضا إلى وزارة التعليم العال والبحث العلمي عفوا إلى وزارة النفط مناشدة من مجموعة دراسات وأخذنا شهادات البكالوريوس ونرفع لكم هذه المنظومية بسم الله الرحمن الرحيم إلى سيد دولة رئيس الوزراء المحترم موضوع احتساب شهادات نحن من تسري شركة نفط البصرة الحاصلون على شهادات أعلى بكالوريوس أثناء الخدمة نناشط ونطالب سيادتكم بالتدخل بسبب المظلومية التي نزلت بنا حيث أن وزارة النفط استحدثت ضوابط وقوانين طبقتها علينا ومنعت احتساب شهاداتنا في حين يتم احتساب شهادات أبناء النواب والمدراء العامين والمتنفذين بدون قيد أو شرط مع التقدير طبعا وذاكرينا كتاب معنون من مدير الهيئة الإدارية بتاريخ 18-5-2023 وأيضا يقول احتساب شهادات ابن مدير القسم القانوني الذي وضع الضوابط وخارج ضوابط العليمات وهناك أوامر أخرى لبعض المسؤولي طبعا واردني الكتاب باسم المعني هذا الكتاب موجود باسم المعني اللي هو ابن القسم القانوني ابن مدير القسم القانوني ذاكر الكتاب إذا مكتب دولة رئيس الوزراء يحب أن يطلع على هذا الكتاب ممكن نرسل لها عن طريق برنامج بخدمتكم إلى مكتب رئيس الوزراء إن شاء الله بخدمتكم وأرسلنا هذه الرسالة إلى طالبي هذه الإشكالية وعرضها أمام وسائل الإعلام إذا نبدأ الآن مشاهدين كرام وضيف حلقتنا اليوم الأستاذ علاء كامل مدير قسم البحث الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعي إن رحبك أجمع ترحب أستاذ علاء على كامل وليس كامل أهن وسائل أهن بيك وأهن بقناتكم الكريم ومشاهديكي كرام حفظك يا حبيبي أستاذ علاء سأل علاء رحب بيك مرة أخرى في قناتك ويا ريت أكيد يعني أكواء من الناس ما تعرفوا شنو حمل دائرتكم طينا صورة موجزة عن حمل دائرتكم في البداية كانت دائرة الحماية اجتماعية تسمى دائرة الرعاية الاجتماعية كانت تعتمد في بداية عملها قبل 2014 على قانون رقم 126 لسنة 1980 كانت تتعامل الحماية الاجتماعية على شكل فئات إنه إذا كانت مطلقة أو أرملة تمنح إعانة لهذا السبب أو كان عاطل عن العمل يمنح إعانة لهذا السبب أو كان عاجز يمنح إعانة لأنه عاجز بعد العام 2014 صدر قانون حماية الاجتماعية رقم 12 لسنة 2014 وكان في وقتها سيد دولة رئيس الوزراء كان وزير العمل وشول الاجتماعية تم تطبيق القانون في نهاية سنة 2016 عن طريق كل ما متوفر لأمر دولة رئيس الوزراء بحصل كافة الموظفين لغرض كمال هذا المشروع والبدء في تنفيذ هذا القانون هذا القانون بميزة تختلف عن ميزة القانون القديم إنه تتعامل وي لأسر حسب درجة الفقر إنه الأسر إن كانت دون مستوى خط الفقر تستحق الإعانة مع وجود الفئات إن كانت مطلقة أو أرملة أو عاجز أو ذوي عاقة أو احتياجات خاصة أو زوج السجين وهكذا الفئات اللي نصح لها القانون تعتمد وزارة العمل وشول الاجتماعية وهيئة الحماية الاجتماعية خاصة معيار خط الفقر في منح الإعانة وتدخل تلك الأسر اللي منتقدمة للحصول على الإعانة الاجتماعية إلى برنامج الحماية الاجتماعية ويتم بحثهم من خلال باحث اجتماعي من خلال استمارة الدخل البديل تلك الاستمارة بيانات تجمع عن الأسرة يأخذها الباحث يدخلها في نظام في قاعدة بيانات مركز تكنولوجيا معلومات مركز تكنولوجيا معلومات يرسلها لوازارة التقطيط تظهر النتائج في فترة وجيزة أن هذا الشخص يستحق الإعانة أو لا يستحق الإعانة كان دون مستوقع الفقر أو فوق مستوقع الفقر يعني هنا هذا القانون صار أن يشمل العائلة بالكامل لا عفوا مو يشمل العائلة بالكامل متدقل بين الأرمل وكذا وكان عائلتهم يعني لا في البداية في بداية القانون يعني اللي ذكرته سابقا 126 كانت تملح الأسرة بحدود تقريبا يمكن مئة ألف لكل الأسرة لكل الأسرة إذا كان رب الأسرة تنطبق علي هاي الفئة يعطوه كل الأسرة مئة ألف من نطبق القانون بداية كانت الأسرة اللي يعيلها رجل تستلم مئة وخبس وسبعين ألف دينار والأسرة اللي تعيلها المرأة تستلم مئة وخبس وعشين ألف دينار مع مرور الوقت ومع وجود دراسات وإضاحة الوضع الاقتصادي للبلد حصلت هناك زيادة زيادة بمقدار تقريبا مئة ألف إنه صار الأسرة اللي يعيلها رجل مئة وخبس وسبعين ألف والأسرة اللي تعيلها مرأة تقريبا بحدود ثلاثمية وخبس وعشين ألف أو ثلاثمية وخبسين ألف على ما أتذكر يشمل الزوج والزوجة وأبناء الثنين فقط أما بقية الأبناء يسجلون عنده بلوغ واحد من هؤلاء الأبناء الثنين الثاني اللي يصغر منه يصعد على السلمة الضوات جيد واضح يعني هسا عاد مثلا عندنا هش حالة واحد من هاي الفئات وبعدين نحن يعني نصنف الفئات هسا اللي تنشي ملعتكم بالدائرة ما هي الفئات؟ أريد أبين في القضية أنه هيئة الحماية الاجتماعية وعندما يتابعه الوزارة العام المشو Corinne هو العامة تشكيلاتها إلى دوار عامة مثل مركز سيكونون الجمعة الماضي قمств صندوق الحماية الاجتماعية دارة الحماية الاجتماعية الرجل ودارة الحماية الاجتماعية المرأة دارة الحماية الاجتماعية للمرأة تختصب بالأسر اللي تحييلها النساء ع kant يعني المطلقة الأرملة زوجة المسجون زوجة المفقود يعني الفئات اللي تنشي من يعني رب الأسر تكون مرأة أما دارة الحماية الاجتماعية فتختص بالأسر اللي رب أربع بأسرهم رجاجة مثلا عاجز ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة أسرة مع دومة الدخل عاجز شيخوخة كبار السين يعني اللي في دور الدولة الإيوائية أيضا كذلك يعني كثير من الفيار إلا رب الأسرة إذا كان فرد من الأسرة مثلا ذو إعاقة ذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة نتعاملوا إياهم معاملة خاصة يعني في قانونة أكوميزة لذو الإعاقة والاحتياجات الخاصة أعطاهم الحق في أنه يحصلون على الإعانة بغض النظر عن دخل الأسرة فقط هذه الفيئة نعم فقط هذه الفيئة الهميزة خاصة تعاملنا إياها لأنه التقدير اللي وضحها الصحي وإحتياجاته وإحتياجاته أيضا فكان لها استثناء خاص من هذا كيف راتبه 125 ألف الفرد فرد الواحد نعم يعني خاصة هذا المعاقب 125 ألف مقطوعة مقطوعة كل شهر كل شهر هسا كان قبل كان كل شهر هسا صار كل شهر كل شهر كل شهر على الكي كار الكي كار نعم وإلى خصوصيات بهيئة الدولي عاقة والاحتياجات الخاصة بقانونهم إلى ميزيات كثيرة مثل أنه يستطيع أن يحصل على تذكرة السفر من الخطوط العراقية من نص السعر أيضا عند ذوي الاحتياجات الخاصة يعطوهم أجهزة طبية حتى ساعتهم لتساعده على المشي ليساعده كيف وهكذا أيضا ذوي الاعاق والاحتياجات الخاصة كراسي متحركة كراسي متحركة نعم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم معيل هذا المعيل يصرفوا لراتب لأنه معين لهذا الشخص لنفس المقدار 170 ألف أعلى 170 ألف يعني يستطيع أنه ذوي الاحتياجات الخاصة يأخذ راتب الحماية اجتماعية أو عيانة الحماية اجتماعية ويحصل أيضا على راتب المعين المتفرر جيد شوف هل الأسئلة قام بتتفرح يعني يعني يأخذ 170 حتى وإن كان موظف لا إذا كان موظف أكو إلى ميزة خاصة أنه يأخذ إجازة تامة بسنة كاملة قابل للتجديد براتب تام لأنه عنده هذا الشخص بس يمنح هذا المبلغ لا لا ما يمنح ما يمنح ما يمنح يأخذ راتب تام بدون استقطاع جميل بس شنو لأنه ديعين هذا بس يقدم طلب إجازة عن طريق وزارة العمل مثلا بالقانون قانون أنه هذا قانون سنقانون اللي هو قانون 38 لسنة أعتقد 2013 بأنه من حق أي دائرة يأخذ إجازة يأخذ إجازة قابلة للتجديد كل ما بقى معين لهذا الشخص لكن بشرط أنه هذا الشخص الذي من ذوي إعاق ويحتاج هذا الخاصة لازم يمنح من خلال لجان طبية مختصة درجة عجز لا تقل على 75% وأيضا تقرر تلك اللجنة أنه يحتاج إلى معين نعم نعم أيضا هناك خدمة تقرر للمدولة عاقوا الاحتياجات الخاصة أنه منحهم اللي يستطيعون قياد السيارات يمنحون رقم سيارة ويعفون ضريبة وهذه الأمور يعني السيارة يجيب السيارات يكون خاصة لهم للمدولة الاحتياجات الخاصة جيد زين أنا أريد أقدم مثلا بسموان يعني عفظ ولو هي صايرة أهم أهم أيدكم بالنظام تقاطع طلعت مشاكل يا أبو مشاكل يمكن أكوبية تجار حسب ما أسمعت وعدهم سيارات حمل وكذا ومسجل عليها نعم الحمد لا لا ما عم محطان شون أقدم على العام نعم التقديم اللي ينص على القانون طبعا كل تفاصيل القانون هي في محور عمل عمال الاجتماعية قانون الحمال الاجتماعية الرقم الدعش لسنة 2014 القانون ينص على أنه تقديم طلب تحريري أو إلكتروني لمدير القسم مدير القسم ياخذ الطلب خلال 30 يوم يوافق عليه أو يرفضه من ينه رفض طلب المواطن شنو الصلاحيات حتى يرفض يعني شنو المعايير اللي تخلي يقفل واللي تخلي ما يقفل نعم أولا لازم تكون هاي الأسرة مع التراتب يعني راتب مستمر راتب للدولة من خلال مقاطعات من خلال المقاطعات يستطيع أنه يحدد هذا موظف أو غير موظف بالمناسبة احنا تجربة الحماية الاجتماعية بالنسبة أنه يعني تجربة تقريبا في بدايتنا أنه نعم طبقنا القانون الحمد لله يعني والشكر مشينا مسافة طويلة بهذا القانون أيضا صارت عندنا خبرة في عملية الكشف والبحث والتقصي أيضا عملية المقاطعات والربط الشبكي حاليا نحاول أنه نخرجه كثير من المتجاوزين في الحماية الاجتماعية أيضا استطعنا أنه نجلب المعلومة ونعرف أنه هذه الممتلكات هذه الأسرة شنو وبالمستقبل إن شاء الله القريب رح نشوف أنه دارة الحماية الاجتماعية أو هيئة الحماية الاجتماعية بعامية رح تنتقل إلى مرحلة ثانية وعمل أكثر تطورا من هذا العمل الذي نشتغل يعني أنا من خلال قراتكم يعني أقول للناس يعني ترى هذه الإعانة هي عاند فقير إعانة للناس اللي ما عدتهم ما يقدرون يوفرون الحاجات الأساسية لأبناءهم لأطفالهم لهم ذاتيا ما يقدرون يوفرون هذه الاحتياجات فبداية التقديم ولأنه العملية عملية جديدة استطاع أنه ينفذ أشخاص كثيرين للحماية الاجتماعية واستطاعوا أن يحصون على الحماية الاجتماعية حتى الموظف التاجر صائغ الذهر بالبقال تغيقوا يجحالا هواية بالمناسبة المواطن عنده نوع من الميزة أنه ميزة التحايل أنه يجي الباحث يقول لش عندك يأخذ وين ويأخذ البكان التعبان ديت باكى في أمامي يقول لأني كذا ومية من الجوع وما عندي وكذا وميعرف بأنه الباحث هو أيضا مو صاحب القرار ويجيب معلومات وينزلها بالاستمارة ويجيب بيانات وينزل وهذه البيانات ترفع الوزارة تخطيط ووزارة تخطيط عدتها معايير خاصة للفقر يعني تطلع النتائج الموافقة نعم فالشخص عندما عنده لما يقدم يقدم طلب إلى مدير القسم مدير القسم يكلف اللي هي شعوبة الباحث الاجتماعي عنده تطلع لهم يطلع للباحث زيارة ميداني يمليه استمارة يسميها استمارة الدخل البديل البي أم تي هذه الاستمارة زيارة ميدانية ويلتق بي يجمع البيانات الخاصة بتلك الأسرة ويضح في تلك الاستمارة وتلك الاستمارة وتذهب البيانات إلى وزارة تخطيط من خلال من خلال مركز سيكولوجيا المعلومات وزارة تخطيط عدتها معايير وضعتها اللي من خلالها تحدد أنه الأسر اللي هي دون مستوخط الفقر والأسر اللي هي دون أو فوق مستوخط الفقر جيدا يعني هاي حالة طول يعني هاي سيدة والله رئيس القسم قال لك يا أبا أنا موافق ورا شهر يعني ناقض المددل ناقض الباحث احترق شهرين ثلاثة يطول وهي معاناة تكون ناس صح عسي يقول لك يا أبا معاناة الوزارة يقول ما عندي كادر والعدد اللي قدمونه هاي إذن شن الحل والله يعني إذا تقول لي شن الحل ماكو أنا أقول لك ماعرف شن الحل لأنه القضية عويصة بشكل عويصة ليش عويصة يعني إحنا اليوم بنقول إحنا دائرة حماية اجتماعية تقدم الخدمات للناس الفقراء نعم يعني أكو حالات يرثى لها ناس تعبانة فعلا استحق دون مستوى خط الفقر ناس حشة جدا حشة يعني بحيث أنه منتظروا لها صراحة ماكو نقول يعني ليش يجي الناس يدتعي شي حياتي وأكو ناس يتحايل ويوصل إلى مرحلة يشبه نفسه بهؤلاء الناس حتى يحصل على الإعانة يعني صير قضية منافسة بين المتمكن ومعسور الحال وبين الفقير الحال اللي محتاج أصلا للإعانة هذا زيتم ليش مسؤول عفوا منقاطع يعني ليش مسؤولهم بالقانون فشي رادع لكل من يقدم يعني ويمتلك هاي الأموال ويمتلك هذا الجاه وحتى يكون أبرى للآخرية نعم إحنا قانوننا أيضا بمسائلة للناس المتجاوزة أيضا بغرامات معينة أيضا بدفع المبالغ اللي متجاوزين عليها أيضا حدنا بالقانون إنه تتعامل ويحالات التزوير وفق القانون العراقي يعني العمليات التزوير إنه إذا قدم المواطن مستمسكات مزورة يحال قضائيا على هذا حلت لناس والله كثير حلنا قضائي للقضاء وصار الحكم بيها وأيضا مبالغ جدا هائلة من المليارات استرجعناها يعني الناس اللي كانوا موظفين أو كانوا ميسورين الحال استطاعت حيات الحماية الاجتماعية إنه استطاعت إنه تقيم دعاوة وتحصل على المباراة بس كما يتلزموهم من يطلع لهم تعيين مهو أو يطلع يريد تقاعد فيريد براءة الذمة فبالتالي ما يقدر يطلع براءة وهو أهم زين إيجابية طبعا الحكومة سوتها يروح إلى وزارة الحمل وشير المجتمع من ضمن المعاملة وزارة استكمال معاملة وزارة العمل لازم تجيب براءة الذمة فبالتالي وهنا يلزم صح أما ممكن ما يطلع تقاعد هذه ممكن يعني نعم أكون طرق أخرى بالمناسبة بالمناسبة حضرتك أنت قلت إنه بالإمكان إنه يفل تملاقات بالمناسبة إحنا دالي تعامل ويفئة جدا خطر المجتمع يعني يعني هم رأي والناس اللي تتعاطف فيهم أيضا رأي آخر صح بحيث إنه إذا تتعامل بدون حذر وي هاي الفئة راح تكون عليك الرأي العام جدا صاخر بدينا بعمليات المقاطعات ظهرت عندنا مقاطعة مقاطعة السيارات اللي يمتلك سيارة 2010 فما فوق بعدين إحنا بدينا من 2010 فما فوق بعدين حاليا بدينا هسه 12 12 فما فوق كانت المقاطعة جدا كثيرة يعني بحيث إنه خرج بعدود تقريبا 160 ألف والقصة الثانية صار به تقريبا بحدود 400 ألف يعني يعني فدرقه مرعب أي بحيث إنه إذا وقفوا ذولة يعني الناس زيان شلون توقفهم شلون تعالجهم شلون تقدر تجيبه وتخليه يعني يقول عنده سيارة لو ما عنده سيارة أنا عندي 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 أساس بالمرور يقول عنده سيارة عنده عجلة بس نوع العجلة شلونه مرة يطلع تكتك مرة يطلع دراجة مرة يطلع سيارة محترقة ورايحة مرة يطلع أصلا بايحة قبل تقديمة للإعانة مرة لا مرة عده تريلي مرة عده لوري مرة عده يعني أحد السيارة يعني هذي السيارات الحديثة جكسارة أه والله الله كبر جكسارات يعني يجي يفتر يلعب تشوف بالله 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 بالسويتي ايه عفية زيان في المجرح لا جديت عن جكسارة جكسارة عده جكسارة جكسارة صايق ذهب صايق صايق ذهب وماخر ايه والله صايق ذهب ويأخذ إعانة اجتماعية زيان الله يطلعين على المعامر المنسوات والذهب فإيدي عادة يعني يعني الناس يعني فاليوم احنا بالمناسبة ترى تعذروننا على القضية هذه يعني ترى حقنا أولا الامكانيات اللي موجودة عند الحماية اجتماعية جدا محدودة بهذا المجال ليش؟ يعني بالدول المتقدمة الربط الشبكي موجود جدا يعني كثير بحيث انه دوسة زر واحدة تستطيع انه فلان الناس تحدد ش عنده ما عنده ش يمتلي ما يمتلي احنا موضوع الربط الشبكي حاليا ده نمشي به ده نحاول انه جهد الامكان نقدر نستطيع انه ن تواكب تواكب التطور هذا صح نربط شبكي ويانه وي التقاعد وي الوزارات الأخرى وي العقاري وي الضريبة وي غيرها هاي التقاطعات او الربط الشبكي راح يمكننا انه نستطيع انه نجيب المعلوم ويمنع نعرف بانه فلان الناس متمكن ولا يحتاج الى الاعانة تمام اسمع لكم منح طلابية اتكو؟ نعم احنا لدينا خدمات كثيرة موس منح طلابية خلالنا نعرف المنح بعدين نتخلع على الخدمات الأخرى المنح الطلابية كانت وفق قرار مجلس الوزراء يعني ما يحضرني الرقم للقرار هو عملية منح الطلاب منحة دراسية مادام مستمرين بالدراسة لأبناء الأسر الفقيرة ان كان هو رب الأسرة او ابناء هو زوجته ابناءه كلهم يشعر هي ابن الدرجة الاولى فقط نعم يعني ابناء وزوجته وهو شخصيا واضح لكن فقط الطالب المتزوج لانه فئة طالب متزوج عندنا بالقانون فئة طالب متزوج يعني ما مشمول ما مشمول لانه أصلا لانه هو طالب للمنحة الاعانة واضح نعم هذا القرار بالمناسبة دولة رئيس الوزراء لانه كان متماس ويل كان وزير العمل كوزير عمل صح واتكاك ويل فقراء كانت يعني مشكور جهودة جدا يعني توجه على هذا الجانب اللي هو الفقير يعني اعانة الفقير زيادة خدمات الفقير القرار تنغم ويما ورد في قانون الحماية اجتماعية رقم الدعش لسنة 2014 لجيز انه لعان المشروطة تقديم منح طلابية لأبناء لغرض استمرارهم بالدراسة كانت الملحة كالشكل الآتي انه الابتدائية 30 ألف دينار المتوسطة والعدادية 50 ألف دينار طلاب الكليات 100 طلاب دراسات ماليستير والدكتوراه 150 ألف دينار ممتاز واجهتنا بعض الصعوبة في عملية الربط الشبكي بين وزارة التربية لأنه تعرف انه عملية تسجيل الغيابات لأنه اذا يمكن اعتقد ثلاث يام يغيب الطالب صح ينذر نعم لا ينذر ومن ثم انذر ثاني ومن ثم انذر نهاية نعم كان التسجيل الغيابي يعني يتم داخل المدارس تعتقد عن طريق الكتاب الورقية سجلات نعم لكن من دخل البرنامج حيز التنفيذ المنح سوينا برنامج حتى نستطيع وزارة التربية أنه تتواصل ويعني تسوي ربط شبكي بحيث تأشر الغيابات تأشر استمرارية الطالب بدراسة تأشر بأنه هذا الشخص فعلا طالب أو غير طالب مستمر أو غير مستمر لكن لأنه العملية جديدة على أخواننا موظفي وزارة التربية واجهتنا بعض المشكلات كأكل الحمد لله يعني تجاوزنا كثير من هذه المشكلات يعني هي تفاصيل الدقيقة عن الغيابات تبريغكم بعازات من الغياب عند الغياب عند الغياب وإذا صار عنده فصل بالغياب يشعرونكم بس بالفصل الغياب لا إحنا ما نريد توصل الأمور للفصل يلا شاكتنا شو راح تقول الناس خيرا يلقى لها تغيب بعد هو يغيب ويفصل نعم بالمناسبة هي المنح ليش عطوها حتى يكون استمراري بالمناسبة إذا خليت بها شروط راح تحفز المقابل أنه يلتزم بشروط يلتزم بشروط حتى يقدر يحصل على هاي المنحة إذا ما يلتزم أبو غير كتلة غير يبالاته فلذلك لأنه مشينا في هذا الطريق وخلينا هاي المحددات حتى يكون أكثر التزام من الطالب بعملية الاستمرار بالدراسة والمواضح على الدواب ممتاز بالنسبة أكيد يعني أكيد حالات تصير يعني خاصة المشمورين بالإعانة الاجتماعية وحالات مرضية بعض الأمراض هي العياذة بالله سرطانية أكو ناس تحتاج إلى أدوية كل شهر لازم يجبوه لأدوية صح المزارة الصحبة تقصرت أدوية وكو مستشفيات مفتوحة لكن الحماية الاجتماعية لازم يكون إلى دور شين الدور كنتم؟ هيئة الحماية الاجتماعية تقدم خدمات كثيرة يعني عادة الخدمات في مجال التربية طبعا المناسبة في مجال التربية ليس منحة الطلاب فقط يعني هذا الخصوص يعني أكو خمس درجات تمنح على معدل خليجي السادس العدادي لأبناء لأبناء المستفيدين للحمية الاجتماعية هذا قانون صار؟ نعم قانون قرار هذا قرار عفو؟ نعم هذا قرار خمس درجات للي معدلة 93 فما فوق يمنح خمس درجات حتى يقدر يستطيع أنه المنافسة على الاقتصاصات الطبية مساعدة منه وتقدير الوضع على الاقتصاصات عملتوا بي لو بعده؟ دا نعمل بي وحاليا دا يأخذون تأييدات الطلاب من عدده يعني العام استفادوا منه الحوائل لو بعده؟ لا هاي السنة تطبق؟ نعم هاي السنة تطبق خمس درجات؟ خمس درجات فوق المعدل فوق المعدل اللي 93 فما فوق اللي ممكن حتى يدعي للمجموعة الطبية والهندسة نعم 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 الخدمة الأخرى هي تخفيض الاقتصاعد 50% للطلاب الدراسات المسائية اهه 50%؟ 50% من القصط للأبناء اللي أفراد الأسرة الفقيرة اللي طالب كلية مسائي 50% للكليات الحكومية فقط الحكومية؟ نعم فقط الحكومية يعني تقريبا قريب قرارات مؤسسة شو هذا هذا أشوف خمس درجات يطلون أيضا وأيضا يطلون حصاد لكن ذلك حصاد بالكامل يدفع لكن تم 50% نعم هي بالمناسبة خدمات تجيعية يعني الأبناء المستفيدين حتى يعني يحسنون في مستواهم شون تعاون وزارات وياكم يعني وزارة تعليم العالم لا لا الوزارات جدا متعاونة في هذا الخصوص لأنه فئة جدا تحتاج لهذا الشيء وأيضا توجيهات سيد رئيس الوزارة بهذا الخصوص من وزارات كافة أنه يسهلون كافة الأمور لغرض تقديم أي خدمة لفقاة نعم ليس يتحيز رئيس الوزارة في وزارة تقبله هذا من حسن حظ أنه وإطار رئيس الوزارة جاد عمشي حكيكم بعد بالتالي هي حكومته حكومة الإطار نعم لازم تنجح تنجح بهذه الوزارة وتنجح بديج الوزارة تنجح لازم وخدمة الناس شرف يعني ما بعد شرف صح يعني المفروض كل مسؤول يقدم الخدمة وكون هو له الفخر أن يقدم الخدمة أنا بس أضيف حضرت أنا أنت قلت قلت حكومة الإطار بالمناسبة هذه حكومة الفقير حكومة الفقير اللي تمت بالفقير أول ما بدت تهتم بالفقير باوعت على الفقير بعدين يلا باوعت على الغلي إذن هي حكومة الفقير جر واحد اثنين احنا أيضا لا ننسى دور وزير العمل الشيجتماعي أحمد الأسدي كان إلى موقف جدا ممتاز يواكب العمل الميداني كان يخرج في حملات بنفسه كان ينطلق إلى مناطق نائية مناطق أيضا بدي نقول عنها ساخن أيضا كان موجود بيها كان يزور الحوائل الفقيرة كان يوقف في الباحث يبحث ويؤدي عمله كان إلى كل دور كبير في هذا الموضوع أكيد هذا هو طبعا تدخل في خانته بالتالي نعم هذه بصمة التي تكون في عمله في أي وزارة رح نرجع حتى نبتد على سؤالنا طرحناك قبل شوي وزارة الصحة قامت أو الحكومة العراقية برعاية رئيس الوزراء وأيضا بحناية معالي وزير الصحة موضوع الضمان الصحي نعم وأنا حسب ما طرحت في وقت سؤال على معالي وزير الصحة قال وزارة العمل مشمولة يعني المشمولين بلعانة مشمولين من ضمن خطة الضمان الصحي شنو موضوع قلت موضوع الضمان الصحي تقريبا حدود 99 ألف أسرة شملت بهذا القانون هذا القانون أو هذا القرار عفوا شمل 99 ألف أسرة بالخدمات الصحية وبالضمان الصحي الخدمات الصحية تقدم يعني عفوا التنسيق مع وزارة الصحة جرى يعني من فترة طويلة بهذا الخصوص إلى أن مشكورة وزارة الصحة والكادر الصحي أيضا المشكور خصوا أن عيادات معينة يراجعون بها بالبداية خصوا مكانات صحية حتى يستلم دفتر الصحة أو دفتر الضمان الضمان الصحي نعم لأنه يعني موجود اسمه في قائدة بيانات الصحة أنه هذا من ضمن العسر الفقيرة جميل يستلم الدفتر الصحي يستطيع أنه يراجع العيادات الخارجية والعيادات الشعبية وزارة الصحة خصت لهم رتهات في المكانات أو في الجناحات الخاصة يعني الخدمة مجانية مجانية كل مجانية العلاج والمنام والعمليات كل مجانية وهذا الضمان الصحي يشمل أفراد لأسرة كلهم جميل كل المسجين اللي موجودين وياه مشمولين بهذا الضمان يعني هذا العدة معاق كلها مشمولة عائلته لا ندخلنا على المعاق بالمناسبة دارة الحماية الاجتماعية تشمل الأسر والأفراد ماشي شنو الأسرة الأسرة هي الزوج والزوج والأبناء أو أولاد والبناء أو أحدهما والأبناء أو الأبناء اللي أمهم وأبوهم أو أبوهم متوفوا وأمهم الزوجة واضح هذه الأسرة اللي مسجلة بقاعدة البيانات هي هي اللي تاخذ إعانة اجتماعية بحثية مسجلة في نظام الحماية الاجتماعية أما ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة فإحنا من قلنا قلنا أنه فرد هذا نشمل بغض النظر عن سرطة هو مسجل فقط هو فرد له عناية خاصة من دائرة الحماية الاجتماعية لأنه يتميز بهذه الميزة إنه من ذوي عاقة الإحتياجات الخاصة وإنه من ذوي إنه من ذوي Watts يسموهم ذوي الهمم حتى احفاظا عن مشاعرهم فلذلك إنه التعامل مع جماعة الذوي عاقة أو الفرد لكون أسره بمفرده من ذولي عاقب الاحتاجات الخاصة يعامل بمفرده كيفما نعامله عن طريق الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية بغض النظر عن أسرته هو ببعده إذن نتعامل ويا بالخدمات هو ببعده جيد أحسنتم يعني إذن باشرتتم بقضية باشرنا نعم باشرنا باشرنا بشكل خدمات يعني باشرنا بالخدمة صحية باشر بالضمان بالضمان نعم نشرت الأسماء عن طريق الفيسبوك وعن طريق القنوات الإذاعية أيضا هاي تكون عشوائي اختياركم لو هما حصل طلبوا من الناس لا لهم مميزات خاصة يعني أول ما بيدوه بكبار السن يعني الشيخوخة أول ما وأيضا دول وهذا تيست هذا اختبار نعم 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 بالمناسبة الأسر كلها راح تدخل البرنامج يعني مجرد إنه بس العملية تضبط وتنجح الخطوة تكون كل المشمولة بيعاني الحماية الاجتماعية بعتموضة مانصح زين أكو مثلا سويتم مثلا خارج العراق لو ما أعطكم هاي الحالة بس وزارة الصحة لا حاليا نحن نسعى بهذا الجانب يعني إنه نسعى إنه ذا عمليات ما موجودة لها ممكن بالتعاون مع وزارة الصحة نستطيع إنه وزارة الصحة والخارجية أكو تقديم حد الآن لو بعد سد هو التقديم مستمر ما يتوقف بس بالمناسبة أكل من قلنا ببداية البرنامج إنه التقديم أما عن طريق طلب ألكتروني أو وارقي أكتروا أو وارقي 2016 2016 انفتح التقديم الألكتروني عندما كان دورة رئيس الوزراء هو وزير العملية واجتماعية وبقى فترة معينة وانغلاق شمل من خلاله بحدود تقريبا مليون أسرة أما التقديم الثاني الإلكتروني في انفتح يمكن على ما أتذكر شهر التاسع 2022 واضح واضح قدموا بحدود تقريبا مليونين وسبعمائة مليونين وتسعمائة برنامج المقاطعات عن طريق المقاطعات استطاع أنه يخرج بحدود تسعمائة ألف أسرة خارج الظوابط يعني من موظف من زوجته موظفة اللي عند دراتب اللي محاضر تقريبا نصف تقريبا ولازال يعني لازال بعدين أكتر وذول اللي موجودين بالمناسبة يعني عمل الحماية الاجتماعية اللي تطور أكثر فأكثر عملية المقاطعات تطور أكثر فأكثر عملية رصد الفقير تطور أكثر فأكثر يعني حتى المعايير اللي نعتمتها ماكوا دا نطور بها دا نوصل إلى الدول يعني مستوى الدول اللي يعني وسطت إلى لعدة تجربة سابقة نعم نعم تجربة سابقة فقدم فبقوا بحدود تقريبا مليون وتسعمائة ألف أسرة يعني في هذا الخصوص استطاعنا خلال هذا الوقت من هذا التاريخ يعني اللي هي الحملة بشرية الفقيرة اللي طلقها وزير العام شيء اجتماعية بهذا الخصوص شهر الواحد الفين وثلاثة وعشرين مصطعش واحد أذكر وكان الرجل يعني جزاء الله في خير يعني موجود كل الحملات اللي خارج بغداد جزاء الله موجود وحاضر وليراقب العمل ويحث الباحثين عليه انه رصد الفقراء وغير الفقراء ولي مقادمين الالكتروني ولي مقادمين غير الالكتروني فاستطعنا انه خلال هاي الفترة ولي يومنا هذا بحدود تقريبا مليون ومئة وخمسين بحثمة شو دخلناهم على واجهة النظام حال ايضا عملية الشمول بهذا الفترة بحدود تقريبا تسعمائة ألف أسرة وذلك بالمناسبة التقديم عندنا شان تقديم إلكتروني وتقديم ورقي تقديم الورقي اللي ييجي عن طريق المنظمات الإنسانية عن طريق هم الناس اللي يقدموا الطابات معالي السيد والوزير العمال myślen השوى الاجتماعية هذه الورقية احسن كان الطابات الورقية ترفع معالي السيد ورقي وربشتهم ويحيلها الى الدوار المخصصة الباحث الاجتماعي بعد سائر Stница المفعول عادن Records عندهم نباحثين لو وقفتم في هذه الفترة الحالية في هذه الفترة الحالية عملية تست يعني 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 نعيد فرمة اه اضيت نعم نعم حسنت خلال هذه الفترة يعني اقسام لتتنظم نفسها لتتنظم عملها ترتب امورها يعني عمليات عتها وكثير من المتعلقات لازم تخلصها وان شاء الله لأيام القادمة راح تشهد عملية انطلاق البحث الاجتماعي واستكمال الاجتماع زي اذا انا اطلع المثلا وزارة التخطيط قال هذا فوق خط الفقر انا لدي اعتراضه شون ايضا قانون الحماية الاجتماعية رقم داعش لسنة 2014 كفت عملية الاعتراض عندنا فيه بضمن القانون موجودة لجنة عليا هاي اللجنة العليا تنظر بالاعتراضات اعتراضات المواطنين اللي يتم رفض طلباتهم مرة تكون المواطن عنده اعانة وظهور سبب معين ادى الى ايقاف الاعانة من حق انه بقرار مدير القسم ها من حق انه يعترض على قرار مدير القسم فيقدم اعتراض خلال 30 يوم الى المدير القسم مدير القسم يرفع الطلب ماته الى اللجنة العليا اللجنة العليا اللي تتكون من قاضي وباحث اجتماعي موظف في وزارة العملية اجتماعية وموظف احصاء وزارة تخليف وزارة المجلس محافظة حتى نستطيع انه نسبة الفقر ايضا بهذا الجانب لانه مهام اللجنة العليا اكثر من عملية الاعتراض يعني هي بقية المحافظات هي اللي تحدد نسبة الفقر هي اللي تابع تنفيذ القانون فقرات القانون ايضا تتابع عمل اقسامه ومهام لها اللجنة العليا جيد فيقدم طلب لهذه اللجنة طلب اعتراض اللجنة تنضرب موظفها اذا قبلت وافقت ان القرار اللجنة بات وملزم تنطلق للاعانة ويشمل باعانة الحماية اجتماعية ما وافقت اللجنة رفضة الاعتراض مالته يأكو مرحلة اخرى يسموها استيناف تظلوا تظلوا ايضا اللجنة العليا تنظر فيها ما وافقت له اكو موضوع انه طعن في المحكمة الادارية انه يقدم تظلوا في المحكمة الادارية ايضا اذا رفضة المحكمة الادارية يقدم طعن على قرار المحكمة الادارية تشوف يعني خليني مراحل ماكو بحيث انه الا لشمل لشمل استاذ علاء ايضا اطلع للطال هغل من الوجه هذا الصرفيات كله ومحاضي وتجيلك خلي عمليه وخمسة عشباري ايضا 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 هذا اللي كان عده راتب نعم حتى لي معدنة نفس الاجراعات نفس الاجراعات زيست الطوب قطع اراضي شقق سكنية الناس اللي عندكم بالمناسبة صارت الخدمات اللي موجودة هذه الفئة جدا كثيرة يعني من ضمنها موضوع الشقق السكنية والقطع اراضي حتى بالعدوة دمت هيت الحق حتى اكو زي لا لا صدي والله يعني اكو حملات صدق حملات نعم تنفذها قسم الخدمة الاجتماعية في دارة الحماية الاجتماعية انه يودي الاسر الفقيرة يعني اقول لك لا تخلينها ثاني يوديهم لزيارات عتبات المقدسة قاعد تخليني بالمدينة الفاضلة القلبية الفلاطة مدينة فاضلة ومناس مرتاحة ووزارة العمل صحيح يعني اشير حتبات فرودة جهالهم واللي يبتي يتجبوا لأمامة اكويش عندكم تصدقني لو ما تصدقني لا صدقك لا والله جديد يعني اكو ناس عقودة 315 ناس متركبة على 315 اي صحيح اجوا ولغوا العقود مع 315 لا علي لانه يعني الحماية الاجتماعية بها صارت هواي خدمات يعني كثيرة خدمات و اعرف يعني قالوا القروض وما القروض ومشاريع صحيح نعم بس بس طيل فقرة اللي بدية تلعب لا لا ممدي تلعب لا لا هي زيارات العتبات المقدسة جميل يعني العتبات المقدسة يعني ياخذون الأسر الفقيرة يقعدوهم مناطق يعني سكنية سكنية ومعينة ما العتبات تابع العتبات نعم تابع العتبات بالمناسبة الموضوع صارت تنسيق تنسيق وجبات أكي غدا عشاء يعني كافة حتى نقل لكل الناس المشمول الفقراء له فئات معينة اللي هو يعني عدكم اسماء معينة حوائل معينة فعلا هي هاي محتاجة واصلة الى مرحلة بينه لازم خلاص ناخذ المدونة بالمناسبة يكو خدمات نقدر نغطي بها الأسر كلها وأكو خدمات تصير يعني بشكل تدريجي وجبا يعني مثلا الحصة التوينية للإضافية اللي موجودة اللي قرها مجلس رأس العسل الوزراء اللي تدريطوها كل شهر تنسيق مع وزارة التجارة اللي هي مضاعفة اللي هي مضاعفة هاي دت تنشمل بها الأسر كل العوائل كل الأسر واضح زيان حتشينا قبل شوية عن طلاب يعني خمس درجات مشمولة كل الأسر كله سألو لكن هي الفئات المشمولة نستطيع أنه نمنحها يعني موضوع أنه يعني أخذ الناس أو شمول الناس بكل الخدمات يعني كلها بكافة الخدمات كقضية أنه أخذهم إلى المراقض المقدسة صراحة نحن ببداية الموضوع تجربة فالتجربة معينة شلون من قتلك 99 ألف اللي دخلناها مالك كمرحلة أولى لكن بعد نجاح الموضوع لا البمان الصحي رح يشمل لك كل جميل بنسبة قطع العرب وشقق سكنية آخر سؤالين دي أشعر المخرج بأنه خلاصة وقت شقق سكنية أو قطع العرب حسب قرار مجلس الوزراء بالمناسب قرار كل ساعة قرار مجلس الوزراء لطالع الفقير الحمد لله 20% من الشقق السكنية اللي تنفذها وزارة العمار اكتب المتحدث رسم اسم رئيس الوزراء كله تم تحضر رئيس الوزراء 20% من الشقق السكنية اللي تنفذها وزارة العمار راح تكون من حصة الأسر الفقيرة المن للأرامل والدولي أعاقب الاحتاجات الخاصة جميل نعم أيضا موضوع القطع أراضي اللي انطلقت عملية توزيع قطع أراضي يعني يمكن أعتقد بعض المحافظات وزعت قطع أراضي يعني جزء معين من المحافظات وزع قطع أراضي واللاحق بالنسبة معينة بالنسبة معينة للفئات معينة الأستاذ علاء المقدم خطأ باسم الضيف الأستاذ علاء مدير قسم البحث الاجتماعي في وزارة العمل والشور الاجتماعي شكرا جزيلا لكل هذه الفوضيحات وكل هذه الأجوبة اللي هي أغنت حلقتنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لك وشكرا للا قناتك كريم اللي يتاعت لهاي فرصة حبيبي شكرا جزيلا لك شكرا مره إلا مشاهدين الكرام في خطام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج ونلتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة التاسعة مساء تقبل تحياتنا مؤدوم تقدم برنامج حازم الحربي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر